التوتر بين إسبانيا وكاتالونيا يعود إلى صراع طويل الأمد حول الاستقلال والهوية الثقافية كاتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي واسع تطالب بالاستقلال عن إسبانيا منذ سنوات حيث شهدت مظاهرات ومطالبات قوية من قبل بعض سكانها في عام 2017 نظمت كاتالونيا استفتاء غير معترف به دوليا حول الاستقلال حيث صوت حوالي 90% من الناخبين لصالح الانفصال لكن نسبة المشاركة كانت أقل من 50% الحكومة الإسبانية اعتبرت الاستفتاء غير قانوني ورفضت الاعتراف بنتائجه حيث ترى الحكومة الإسبانية أن هذه المطالب تهدد وحدة البلاد حيث تساهم كاتالونيا بـ 25% من إجمال الناتج المحلة لإسبانيا والنزاع حول الاستقلال أثر على العلاقات الاقتصادية أيضا حيث شهدت كاتالونيا انخفاضا في الاستثمارات بعد استفتاء 2017 التوترات تستمر بسبب الخلافات حول الهوية والسيادة مما يسبب توترات سياسية واجتماعية بين إسبانيا وكاتالونيا اشتركوا في القناة